السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم على قناة أخبار إيطاليا اليوم إن شاء الله سنرى الحصيلة الوبائية في إيطاليا وفي المغرب فيما العادة واليوم أنا سعيد جدا وكيفما كنت نقول لكم وكيفما كنت نوعدكم أنه إن فغيطح شي خبار رأى سننصره لكم وغذين بالله أكبر ذلك الخبار وهذا الخبار رأى يعني يا الله ديل شي ساعات قليلة ديل مساء هذا اليوم من بعد ما سمت الجلسة ديل المجلس المستشاري اللي كانت اليوم في العشية الوزير بوريطا اللي هو المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج ولا نقدر نسميه المغاربة العالقين بالخارج رأى اليوم أدلاء بأخبار اللي هي رسمية ومهمة جدا فيما يلي الخبر يا إخوان وغذين مشوشوا في الخبر قبل من الحصيلة اليومية حيث الخبر دي اليوم مهم جدا كما غتشوفوا معي يا إيسبريس رسميا البوريطا يعلن برنامج عودة المغاربة العالقين في الخارج وكذلك الموقع ديل دوزام اللي كي قل لنا بوريطا يعلن عن انطلاق عملية ترحيل المغاربة العالقين بإسبانيا خلال 48 ساعة المقبلة الخبر الشي يقولي إخوان هو أنه بوريطا قلب لا كما غتشوفوا معي هنا في الخلال 48 ساعة القادمة يعني نحسبنا 48 انطلاقا من يوم الخامس إن شاء الله رأى تبدأ إعادة المغاربة العالقين في إسبانيا في توركيا فرنسا دول الخارج والدول الإفريقية تساؤل كبير وحالة ما تستفهم كبيرة علاش إيطاليا لا وكنتمنى من الله أنه يكون يعني ما دلاش بإيطاليا حيث كان جواب في البرلايمان ولكن إيطاليا داخل في الحسابات دياله حيث صراحة مفهمت علش غير رجع الناس من إسبانيا وما يرجعوهم من إيطاليا علما كيف ما تشوفوا معايا هنا الحالة الوبائية الإسبانية على مقارنة بالحالة الوبائية في إيطاليا كنت تكلموا على 288,797 يعني قرابة 300 ألف شخص اللي مريضة في السبليون بخلاف إيطاليا اللي فيها 235 ألف يعني هما كتر مننا بزاف يعني إليش فينا البارح إيطاليا سجلت 280 حالة إسبانيا سجلت 167 يعني إسبانيا قل ولكن يومين هذه إيطاليا سجلت 197 وإسبانيا 140 يعني نفس الحالة الوبائية ما كيش شي فرق يا إخوان ما كيش الفرق غرجوا الخبر وإحنا كنت منه تكون إيطاليا داخل في البرنامج للإعادة المغاربة العلاقين بالخارج كنت منه المهم الوزير بوريتا اللي كمكتلكم هو وزير شؤون الخارجية والتعاول الإفريقية والمغاربة المقيمين والعلاقين بالخارج كذلك الغديب دو للعملية لأنه ميرجع الناس من إسبانيا من جنوب دي الإسبانيا هي اللولة عاد شغديب شؤون الماضريد وبلاد الباسك لتشمل باقية العلاقين في الدول المشر إليها يعني هالدول المشر إليها هي هذه إسبانيا، توركيا، فرنسا، الدول الخارج، و الدول إفريقية توركيارا في هذه المغاربة جميلة وماذا كل المدى الناس الذين يتعرفون؟ كيف ستعرفون معي؟ كيف ستعطي التلخيص أحسن؟ من الناس الذين يتعرفون أولا الأشخاص في وضعها شاشة اقتصادية او اجتماعية او صحية واصحاب تأشير الفيزا القسيرة المدة والذين يتعرفون على أغراض عائلية او أغراض إدارية او سياحة او علاجية ولا تشمل هذه العملية الأشخاص المقيمين والناس الذين أورو برميسون سجور ولا الناس الذين سيساكن هنا والذين يقرأوا هنا بطبيعة الحال لا يتعرفون كل شيء لهم لا يتعرفون وقدنا أحددنا رقم وانتظروا جهة كذلك كما تتحدث على 977 الذين يتعرفون والناس الذين كانوا في المدينة المغربية المحتلتين من إسبانيا والناس الذين كانوا في الجزائر الذين يجبوهم من الجزائر العاصمة وفي العباس هذا هو الخبر أن أدر شيئا ولما أدر شيئا أنا معجي مثل هذه المتاح كما ترون معي اليوم كنت تتكلموا على 183 شخص الذين يلقاوا في اخر 24 ساعة كنت تتكلموا على واحد الرقم الذي هو متوسط رقم اللي بزيان يعني الحالة مستقرة او في تحسن قليل ولكن تحسن كنت تتكلموا على 235.000 شخص و 561 اللي تم اصابة ديالهم منذ بداية الوباء في ايطاليا كذلك كنت تتكلموا على الرقم الذين يتشافوا وتعافوا والحمد لله كيف يفوت الـ 2062 شخص و العدد الإجمالي راكي يوصل 168 ألف و 640 كذلك يا اخوان العدد الناس اللي توفت العدد الناس اللي توفت كنت تشوفوا معي يا راة 79 ولكن الرقم لايس حقيقي حيث الريجونيا بروتسو علنات اليوم على واحد العدد الاموات اللي مكانت شعال نعنيم من قبل وزادوهم على الحساب لذلك العدد الحقيقي للناس اللي ماتوا اليوم هو 47 شخص كنت تكلموا على الرقم اللي ماتسجلش منذ شهر ثلاثة فالأوائن دي شهر ثلاثة مسجلنا رقم دي الاموات نازل بحلموك يعني كنت تكلموا على ثلاث شهر اخوان مسجلنا رقم دي الاموات قبل حلمهوكا وكثما كنت تشوفوا باش كل الامر واضحة كنت تكلموا على 32 شخص اللي لابروتسو ما كانش علان اليوم سابقا يعني ناس اللي توفت وبطبيق الحال ما كانش تعليل عن اليوم اليوم ماتوا سبعة وسبعين وزيدوا عن اليوم ذيك ثلاثة سبعين لذلك يا اخوان العدد الإجمالي للأسف كنت تخطى والعادة تبادياً ربعة وثلاثة ألف شخص اللي كنت توفت كنت تكلموا على ثلاثة ألف وثلاثة وربعين شخص وكذلك هذا الرقم الحمد لله دي الناس اللي الحالي المصابرة غاديوك ينزل اليوم كنت تكلموا على ثلاثة ألف شخص ناس 7482 أي بنسبة ناقس الف وثلاثة 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 المصابرة ليوم تتكلموا على ثلاثة ألف ألف تحليلة نسبةalls كنت تكلموا كنسبة كنت تكلمو كيفما كنتكو البارح كان البارح يعني كل 57 شخص كيدروني متحليلات يلقوا فيهم واحد مريض اليوم الحمدولله كل يو 14 يلقوا فيهم واحد مريض يعني النسبة تنزل واحد تقريبا واحد في المية تقريبا واحد في المية يعني حيت علاج حيت مداروش تحليلات ل 55 ألف شخص كما شفتو معايا ردارو 55 ألف تحليلات ما حال من عدد الناس الذين تحليلات تحليلات من 30 ألف شخص كما تكونوا يعرفون الأرقام بكل واقعية كذلك الريجوني اللومبردية كتبقى تسجل واحد من نسبة عالية 3% قريبا يعني كل مية تحليلات تحليلات ثلاثة الناس بوزيتيف يعني نحن كنت تكلمو على حالتين حالة وبائية ديال إيطاليا اللي بوحدها وحالة وبائية ديال لومبردية اللومبردية حالة استثنائية يعني اللومبردية بقى في الحالة الوبائية طالعة شوية كيف ما كتشوفوا معايا اليوم في إيطاليا كنت سجلوا 283 حالة 192 في اللومبردية كنت تكلمو على النسبة ديال ديما كنت تكلمو ببارح 70% اليوم 68 يعني قرابة إلى 70 حنا كنت تكلمو على 70% إيطاليا تقسمة 30% كنت سجلو إيطاليا كاملة و70% ديما اللومبردية المهم الإيميليا رومانيا 18 حالة الفانيتو عدنا 4 حالات البيامونتي 21 للماركي ما كنت حتى حالة الحمد لله اللي غورية مليئة الحالات الكامبانيا 5 حالات التوسكانة حالة وحيدة سيشيديا عدنا نجح حالات 23 و 23 حالة في ريولي فيلادية جوليا ما كنت حتى حالة حالة لابروتسو حالة وحيدة بوليا بولتسانو كالابريا فاليدا أوستا ما فيهم حتى حالة الحمد لله سردنيا ناقص واحد حتى كانوا قدروا العودة الحساب والقاوليوس ومرزينين واحد نقصوا يعني اليوم الثالث على التأول ما كنت سجلتها حالة 3 و 3 حالات موليزيج حالات وبازيليكاتا حالة واحدة من بعد 15 يوم ديال سفر حالة يعني هات السيد اللي القاوليوم ما نقول لكم 90% نقول لكم تسعود و 90.9% ماشي ساكن في البازيليكاتا يعني يجمل منطقة أخرى فيما يخص لبروفينش ديال لومبردية لحالة ليسج لو بيرغامو اليوم ما كنت سجلت 52 حالة برايش 24 كوم 11 كريمون 3 حالات ليك وجوش حالات لودي 9 حالات مونزاي بريان 9 حالات ميلانو 140 حالة معنطوفا 4 حالات بابيا 5 حالات صوندريوس 7 حالات وفاريزي 14 حالة نشوفوا الحالة الوبائية في المغرب فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب يا إخوانك ما كتشوفوا معايا للأسف كترتفع الحالة الوبائية اليوم 135 شخص مصاب في المغرب يعني ربما هذا حجرها يعني معقولة أنه راجع للعدد الكثير للتحاليل اللي يقول له كتير المغرب يعني اليوم كنت تكلموا على 16733 تحليلة يعني 17000 تحليلة يعني 17000 تحليلة يعني 17000 تحليلة يعني 17000 تحليلة إخوان رأيها يعني رقم كبير جدا وكل وصلهم 331134 تحليلة يعني طولة مليون كذلك الناس اللي كتتعافوا وكتتشفل الحمد لله رأيهم 85 والعادد الإجمالي كيرتافع 7493 نسبة رأيهم 80% قريبا حيث بطبيعة الحال مرض وناس أخرين للأسف اليوم عندنا وفاة جوجة للأشخاص في هذه العشية يتعلق الأمر بجدتين الله يرحمهم والاستعليم الله يرحمهم والاستعليم فهذا اليوم يا رب كنت تكلموا على مئتين وعشرة الوفايات في المغرب منذ بداية الوباء بسبب هذا الفيروس كذلك يا إخوان كنت تكلموا على العدد للناس اللي كتتخذ العلاج يرتفع بطبيعة الحال حيث يرتفعوا يوميا العدد دي الناس اللي كي مرضوا ودبراه الله 734 شخص هذا 135 حالة لتسجدت في المغرب خاصنا مشو نشوفوا التفرق دياله في كل جهات يعني نشوفوها جهة بجهة كنت تكلموا على التوزيع دياله جهة الدار بجهة 79 حالة عدد كبير جدا حتى بدينا نشوفوا الدار بجهة كتابات شوية والتي تتجي الثالثة هي الأولى اليوم طعا نجتي طوال الحسيمة 35 مراكش اسفي 15 فاس مكناس ربعة الحالات والرباط سلق قناية تراجج حالات بهذا يا إخوان الفيديو كيفصل الاخر دياله وكنتمنى أن يكون مفاعدكم ومشبخلوش علينا بلايك وبالتعاليق أبس الله في ريوزكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة